بسم الله صلاة السلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليل مساء الخير ومساء النور إزيكم يا بنات إن شاء الله كلكم طيبين وكلكم بصحة وسلامة كيف عاملين وكيف كان يومكم اليوم زي ما وعدتكم أميس قلتها حاخذ منكم أفكار لإفطار بكرة أخذت كم وصفة من التعليقات ونفستها اليوم صراحة انبسطة شديد إنو أنا عملت الحاجات طلبتوها مني وأنا عملت جزو اليوم وإن شاء الله برضو الأيام الجاي حعمل جزو من الوصفات الكتبوها لصراحة الوصفات كلها سمحة وكل الأفكار عجبتني وطببت منه جزو طببت الحلاءات طلبتو مني أعملوا وطببت كمان الشربة اللي كان نفسي عمل يا جماعة وزبطت وكانت حاجة خرافية الشربة اللي هو شنو عرفت وصع الحريرة المغربية تعالوا وريكم عملتها كيف وزبطت معي كيف أحسن تستخدم الحلة حلة الضغط أنا جبت هنا بصل مع فرمت البصل ومعاه حبة بس من الجزر اختياري تغريبا الجزر لأنه في بنات كتبوا لي جزر ممكن جزر وممكن يعني في بنات ما كتبوا فقلت خلاص استخدموا يعني هو في النهاية ما فرقت يعني غير إنه شي مفيد ما مضر استخدمت البصل والجزر قديته تشويحة وبعدين عندي اللحم قطعته صغار يعني اللحم بدون عظم قطعته صغار دقاء كده وبعدين قلبته مع البصل وتاني كان عندي شنو اللي هو الحمص تمام بعد الحمص برضه هو مشكلة شنو إنه الحاجات اللي استخدموا فيه حاجات كتيرة لك هي سهلة شديد وصراحة يا بنات صرع شي كده خرافي العدس اللي بتستخدميه أنا كنت هنا مغسل عدس هو العدس الأسود أو يعني ما نفس العدس نحن بنستخدمه في الشربة لا هو نوع العدس الثاني أحمر يسموع أسود المهم زي ما شفتوا اللون تمام وتاني شنو أنا استخدمت حبتين من البطاطس قطعتهم دقاء وتاني استخدمت اللي هو الكزبرة والبقدونس تمام برضو هقلبهم كويس وتاني آخر شي استخدمت الكرافز طبعا مبارح ضحكتوني ضحك في الشربة اللي عملتها هو بالله بروكلي ماقر مبيض يعني طيب يا أخوالي هم كلهم بيشبهوا بعض يلا ما علينا يلا المهم الكرافز زي ما كنت كنت كم أقول ده اسمه كرفوس ولا شو يا ربي ما زمت كالي بلاعيك لا تفضحينا يا أخي ده كرافز كرافز اللي لما شيت اشتريوه قلت وصوا ما حنسى اسمه تاني المهم الحاجات ده كلها قلبتها مع بعض وتاني آخر شي كنت خلطت لي شوية طماطم وآخر شي حزيد عليه الصلصة والموية وحكفله ما عندي معاه حاجة أنا استقريبا خليتوا عشان الحموس خليتوا زي الحموس طبعا قلت ليكم في الحلة ده بياخد عشر دقايق أنا خليتهم زي 13 دقيقة وبس هذا الكرفوس يا جماعة الكرفوس يالله ما علينا أنا صراحة لما الأغلب في الحاجات دي عادي يعني ما بتحسس وكذا لكن التعليقات ما تنضيعك خاصة التسنيم والله يسعدك يا رب المهم هنا شايفين اللون بدي يصر يا جماعة صراحة شوربة فنانة رهيو أخوي اليوم مكا قاعد والله الشوربة دي أنا هشربه مسبوعه كامل طبع معي كتير وغير انه كتير دسم دسمه وطعمه رهيب اللي ما كان قاعد في افطار اليوم افطار بكرة تاني حاخدت ليهم بعد ما يشربوا في افطار بكرة لأ ما قاعدين بعد بكرة حاخدت لهم تاني وبعدي حخلطوا تاني اودي لهم يروحوا مني وين المكونات دي كلها المهمة علينا البهارات قالوا ما عاوز بهارات كتيرة اللي هو الكزبرة ورق الغار والملح والفلفل الأسود وفي بنات قال ليه عنديك فلفل أحمر أنا ما عندي فلفل أحمر حار لكن خطيت مكانه اللي هو البابريكا وقال ليه خلاص كده هو طبعا الحالي كانت شغالة يعني بمسخب خلق هو شغال وقفلته زي ما قلت ايكم خليته زي 13 دقيقة تقريبا ايوان بالضبط يعني تعالوا شوفوا اول ما فتحت الريحة الريحة كان فضيع بصراحة دسم دسم شديد حلو شديدة شربة رهيبة رهيبة شديدة شربة الله يعطيكم العافية يا بنات الله يسعدكم صراحة أنا عجبني هنا اول ما فتحت الحالة تماما الضبط تماما بعدين هفضيه في الحالة العادية وحزيد عليهم الموية وحخلي نجد براحته هنا ما عارفة لون التصوير ظالم اللون كده حلو شديد يعني ما ابيض ما احمر شديد وما احمر يعني ظابط واللحم نجد رهيب المعلقة بتكون مليانة لحم حموص بطاطس عدس يعني حاجة كده اسمه شديد تهمته حلو شديد هنا زيت الموية وحخليه شربة رهيبة اي واحدة عاوز تجرب من صح تجربه تدوهم يوم عادي كده اليوم الثاني التخلط اتودي ليهم تمام قفلته كده لا اخر شيء زيته شعرية انا زيت شعرية تقريبا زيته زي ثلاثة معالك ما كترته لانه ما يحتاج انا بس عشان كانوا كنتوا كانوا بالليه انه شعرية قلت خلاص اضيفه بس يعني ما حست انه بيحتاج خلاص حاجة فنانة فنانة شديد شفتوا هنا كمان كل ما افتح الحل الريحة معصية كان مدوخني دي كانت الشوربة وفي فنات كانوا قعد بي اعملي شوربة لسان العصفور بازن الله خلصوا الحل لدي هعمل لهم شوربة لسان العصفور المهم هاخد من تعليقات يعني اعملت سكرين لي تعليقات كثيرة شديد واحدة قلت لي اعملي رز احنا الرز عشان زوجي بيجيبه تقريبا يوميا بيجيب ليهم رز فانا عشان كده نازل الموضوع ده هي الله الحاجات الرهيبة جرفتها تاني انا اصلا قاعد اعمل في الفطر يعني عادي لكن والله يا بنات الله يسعدكم اللي قالت لي أعملي كرات البطاطس بطاطس صراحة بلان في اضافات كده انا زمان ما كنت بضيفه وما عايب ان الوحدة تتعلم من التانية يعني مثلا انا ما بقول اه يعني تقول اه في ناس مثلا يوتيوبر ما شاء الله تبارك الله عليهم بنزل وصفات يعني ممكن اي تعليق او كده او كده يضايقوا انت بتعرف اكتر منها لا والله زي ما قلت لكم الهدف انه نحن كلنا نستفيد حتى انا استفيد منكم يعني هس البشاميل والبطاطس ده في حاجات ما كنت بعرف وكتبت البنات كتبوا لي جربته وطلع الزابط يالله هنا جبت صدور دجاج قطعتهم صغار بعدين ضفت عليه زي ما شفته فلفل اخضر فلفل احمر المناسبة يا بنات الفلفل بدي طعم رهيب رهيب شديد للدجاج يعني دايما لما تعمل الحاجات دي ما تشتغن عنه البهارات بهاراتنا المعروفة الكزبرة الفلفل اسود البابريكا بدرة التوم الحاجات دي والملح وخلا وفلفل اسود يعني ما شرط ما شرط تستخدمين في كل الحاجات كده هخلي السبك شوية وبعدين كنت سلكت البطاطس وبهرت البطاطس كويس اهم ما شو البطاطس تبهيريه يعني شفتي ابدعي في البهار في تبهير البطاطس المسلوك هنا كنت سلكت البطاطس زيت عليه بدرة التوم والكزبرة وزيت عليه البهارات اللي هو الدجاج خلطة التوم والكزبرة ويلا بس كنت بعمل كده وخلاص في بنات قالوا ليش انو لا يادر زيدي كده اجرب زيدي فيه جبنا سائلة صراحة ود الطعام هيا رهيبة شديد رهيبة الله يسعدكم يا رو خلصت كده حقوم معهم شنو اكسر ما جيت اكسر حسيت انو لا قلبه صغيرة يعني قمت افضيته في شي تاني ووسعت من شي وكسرته كنت عاوز اعمل لون شنون كنت دار اعمل لون صيني كبير تكون مليانة ودسمة وخلاص وقت الافطار قالوا ليش احنا معزومين ودك معزومين ودك معزومين قلتوا خلاص عليك كيفكم رحت عليكم ما تجي بكرة تقول ليش ما عملة لا لا ما عملة كيفيك خدت لينا صواني اعمل الينا حقنا رزقه غايب لا احنا هنجح تعيشها يلا يا دلال جاسفي عليهم اعملي عليهم على الصينيتين معين انو عملة الكمية تكون صينية واحدة يعني كبيرة يلا ما علينا قلت بتجازف سبحان الله اجازفت ليهم اول شي عملت بشاميل في ناس ممكن يعملوا بشنوب بل كريمة بتاعت الطبخ عادي انا بحب يكون البشاميل بتاع البيت بحيس انو طاعم اكتر والكمية بتقدر تتحكم فيه زي ما انت دائرة ما زي ما انت بتجيب اللي هو الكريمة عطف طبخ جاهز وما يكفيك وهو اصلا غالي فالله افضل انو كنت تعمليه في البيت انا بحب انو اوفره غير كده الطعم بيطلع احلى المهم طبع عملت معاكم مرات كتيرة طريقة البشاميل هنا خدت لهم شايفين الكمية لانو شنو جازفت لهم يعني جازفت انو يكون صحنين بس الحمد لله طلع الظابط والطعم كان خرافي هتصدقوا ان واحد من الصواني دي خلصوا في الافضار خلص الحمد لله شكر اللي عجبهم الشديد شكرا لك كتير 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 بعد ذا انا شنو زودت لهم الجبنة تقريبا اللي بقاو رهيب شنو جبنة الشدر واحدة كانت كاتبالي اعمل فيه جبنة شدر وختيت منه شوية جبن عادي واخر شي في الوش رشيت عليهم شوية مزاريلا اتخيلوا بين ذا كله التوب كان شنو احكي لكم قصة الموضوه بنوتا كتبت لي السنبوسة بالبيض ان شاء الله تحضروا الفيديو يا جماعة وسم بوسة بالبيض اي وسم بوسة بالبيض ما حصل عملتها سلكت بيض قطعت صغار ومعاه بقدوريس معاه كزبرة معاه فلفل اسود وملح زي ما انتم شايفين وختيت جبنة كرافت او شيدر الموجود عندي قطعت صغار مع الحاجات دي وضفت له شوية زيتون طبعا انا قلبي في يدي ابلسي بيقول له شنو يا دلال بعدين زيت البيض لما تفشي تحمريه هيحصر شنو الليل الليلة والبطون كلها تكون متنفخة بالليل انت حيتعملوا شنو اضوع خايفة ثاني بقوا شنو حجازفة فقالت امها بتعمل فقالت انا لازم اعمل وصفة الام فقالت انا لازم اعمل وصفة الام فبس خبتهم كده ولفتهم اتوكلت على الله وحمرت السامبوسة اتخيلوا يا جماعة طلعت تب الليلة في السفرة شي خرافي ريب وخفيف وطعم مفنان ورحت البيض اصلا تقريبا ما فيه بناتي قالوا لي كل يوم تعملي لينا السامبوسة اتخيلوا كل يوم تعملي وزوجي جا متأخر برضو خطت لي ومنو عجب وشديد اتخيلوا كل يوم عجب وشديد الله يسلمك ويد العافية لامك وتحياتي لها كثير الله يسعدكم يا رو وبرضو من التعليغات كان مكتوب انه اعمل صلطة باردة اللي هو صلطة البازنجان مع صلطة الخضراء ومعه البازنجان عادي سهل لكن شنو صراحة حل الشديد تغيير حلو احنا بنعمل طرق تانية لكن انا صراحة استخدمت اسهل طريقة بس يعني الفكرة كانت طائرة لي تمام ده الصوس اللي هو شوية من البطاطس تحمريه شوية من البازنجان تحمريه مع الصلطة العادية اللي هو الجرجير طبعا بدي ناكه حلوة شديد للصلطة حمرت البطاطس شيلته ونحن في السودان بنعمل الصلطة بطريقة تانية ان شاء الله يمكن في الفطر اعمل لكم او ممكن في رمضان بعمل لكم بطريقة بالطريقة الاصلية حقتنا حلوة تقديم ذلك لاحقا او هين عملت شنو طبعا ما خايفة من السنبوصة دي قلبي في يد يعني يدفي قلبي سيما بيقول خايفة انا للاحطياتي الراجل دا لو ما اسم شنو كمان يقول كمان يقول شنو داع واعتمار باريوشنو داعاتك كلينة في البطاط نحن دائما في العشاء في الأيام العادية بنعمل الجبن بتاع الحلوم بشويه لهم طبعا جبنة الحلوم يا جماعة لما تشويه وتجي تقدمي لهم مع مربة خاصة المربة على المشمش يا جماعة بس جربوا وأدوا عليه بالتشويه عادي في الطوى شوية زيت كذا في البداية بتطلع معاك موية ما تخافي الموية عادي تشويه وتواصلي طبعا رهيب 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 لكن أكلهم ما أكلوا لكن أكثر شيء عجبهم بس مبوسة بالبيض وعملت لهم شيء خفيف بردو وقعت لي واحد أعمل له سلطات خفيفة يعني سلطات الفواكه مد كتر وما بشي بس كنت عندي شمام وبردو قطعت الشمام دائما أمي كانت بتخد لنا فيه سكر وليمون بس قدمته وبنوت قعت لي أعمل حل الطبقات إن شاء الله بس تحضروا للفيديو عشان أنا تشوفوا إنه أنا عملت حاجات كما تكتبتوها حل الطبقات صراحة هو من أسهل الحلويات بس ممكن يكون شوية مكلف اللي هو بيأخذ منك حليب محلة البدكشطة زرفين درميب وزرفين كاستر كراميل ويأخذ منك جبن اللي هو جبن أفضل نوع جبن ممكن تستخدميه اللي هو الجبن بتاع الكيري ده أفضل وقوامه كده تجي تضربيه شوية حليب سائل وتضربيه ممكن تخلطيه بالخلاط عادي تمان يعني ما شرط بالمضرب ممكن بالخلاط عادي القوام يكون تقيل الطعام طبعا جبار خرافي أولادي كل مرة مع شين التلعج يا ماما ما خلاص اللازان حيقز ميتين عشان حل الطبقات هما بيحبو شديد وانا صراحة بكسل يعني تمام المهم الطبقة من البسكويد تغمسيه في نسكافي في كاكاو في حليب عادي أنا بحب أغمسه عشان الأولاد في حليب عادي لكن شوفوا الحركة دي عملتها برضو حسيت انه في حركة طعم كده بوم طبقة كنت قعد رش شوية من الكاكاو تمام هنا ثاني الطبقة التاني تكون بسكويد تخلص بالطريقة دي بس خلاص يعني ما بيحتاج مني شيء لكن هو صراحة حل الدسم بشبع غير كذا انه يعني مشكلته انه زي ما قلت لكم حاجاته كثيرة وبس هو حلو شديد بالتاكل يعني ممكن في السحور تديهم برضو مع اي حاجة وكذا الوصفات جاي حعمل حاجات كثيرة كتبتوها لي قال له هو ناسا بنشا بيقامر الدين انا كنت ناسياه صراحة صراحة هو رهيب شديد إن شاء الله بإذن الواحد الأحد حعمله تقريبا في الوصفات مع الوصفات اللي عملت الاسكرين ولو عندكم وصفات تانية برضو اكتبوها ليت في الكومنتان حعمل الاسكرين وإن شاء الله البنات اللي اليوم نفست وصفاتهم يشوفوا الفيديو تمام؟ بس كده شوية اسمه كاكاو وآخر طبقة نفس الخليط ما عملت من جديد نفس الخليط تزيد عليه ومعلق بتاعت نوتلع ممكن لوتس ممكن أي حاجة المتوفر عندك ولو ما متوفر عادي خلاص يعني الموجود اللهم نفسك يكون حلو في الأكل تمام؟ بس كده حكون خلصت الحالة بالنسبة للبنات اللي قالوا يا دلال ما اللي جئت حبسة رمضان وكده أنا نزلت الفيديو ممكن ما حضرته نزلت جزء من الفيديو الجزء التاني برضو هنزل ليكم لأنه أنا ذاتي ما جيبت كل الحاجات هس الكريم وصلني هس كريم الويش هسي قبل ما أسجل ليكم طالبة كريم وش من جنان الإمارات عام لعرض 50 درهم للعبوة الصغيرة صغيرة شديد لكن العبوة ممكن تطلبوا منها تمام؟ لكن باقي الحاجات أنا ذاتي أداء بكرة يمكن أجيبه وحنزل لكم في الفيديو أفقوا بخير أفقوا بعافية مع السلام